السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا كلكم بخير انا نهاردة جاي اعمل فيديو مراجع عن السماعة دية لان بصراحة كل ما حد يشوف معي السماعة دية يقول لي انت جايبها منين وجايبها بكم وايه رأيك فيها واعد اقول الامكانيات بتاعت السماعة كلها والمساوي اللي انا بعانيها مع السماعة دية وهل هي فعلا تستحق انت تدفع فيف المبلغ حتى المبلغ دوان لو ضئيل ولا لأ فقررت ان انا سجل فيديو اي حد سألنا السماعة دية انا بعطل الفيديو على طول والناس تستفيد من الفيديو عموما السماعة دية اسمها LG S740t تاني الاسم بتاعها يظهر على الشاشة وهيظهر في بداية الفيديو وفي الصام نيل نفسه الصورة بتاعت الفيديو نفسه هحط فيها شكل السماعة والموديل بتاعتها وشكل الكارتونة بتاعيها هتظهر بقى حيس ان انتوا تبقوا عارفين شكل الكارتونة بتاع السماعة عاملة ازاي عشان تعرفوا اذا كانت هيش سماعة ديان ولا لا لان السماعة ديان بتاقي تتقلط بشكل غريب جدا يعني بقى التقليد بتاقي مش في فرزة اول وفرزة تاني وفرزة تالي لا ده بقى فيه حاجات غريبة يعني بقى شركات تحت بيرت السل متلاقيها بتعمل السماعة ديان واتبيعها للناس على انها نفس السماعة الاصلية خلينا نتفق مبدايا من LG ما عملتش النوع ده من السماعات يعني الموديل اللي احنا كاننا ده مش موجود اصلا في LG ده ابتكار سيني كده بس اول ما نصر كان كويس لكنه بعد ما ابتدأ يتقلد وصل لنا بهذه الكوالتي انا طبعا رميت الكارتونة بتاعت السماعة لاني بصراحة كنتم توقع اداء تجربة اداء مميزة لكن لما استخدمت السماعة نفسها ملقاش حتى تجربة تخليني اعتمد عليها بشكل نقدر نقول يعني ايه على قد تمنها زي ما بيقولوا يعني حاجة تكون كده اقل حاجة ممكن استخدمها لأ بصراحة السماعة دي اللي اعتمد عليها هو اقول لكم يعني تجربتي وامكانات السماعة كلها اللي كانت موجودة على العلبة والامكانات الفعلية بحيس يبقى عندكم علم قبل ما تشتروا السماعة دي السماعة دي موجودة في كل حتى موجودة في المترو بتباع في المترو بتباع في العتبة والاماكن يعني هي سماعة زي ما بيقولك هي سماعة شعبية تمام هي سماعة مبدئين سماعة بلوتوث تمام البلوتوث بتاعها لطيف وجميل خلينا نخش في الفيديو على طول السماعة دي قصتها السماعة دي سماعة بلوتوث عادية جدا من احد مميزاتها ان هي بتتحط على الرقبة تتلبس على الرقبة تمام وبيبدأ دول تحطهم في ودانك من غير اي سلك خالص وتكون نكت السماعة توصلها بالموبايل بتاعك عم ترى البلوتوث مفيش اي مشاكل طيب اول مشكلة هي اي بقى السماعة دي سماعة بلوتوث فانت عشان تشغلها لازم تربطها بالبلوتوث بتاع الموبايل بتاعك فهي انت بتخش على الاجهزة البلوتوث وبتكون مشغل السماعة بتفتحها من هنا اهو الزرار الان والوف بتاعها طبعا زرار يعني يعني استغفر الله العزين مع عارفش هيزقر في الكاميرا ولا لا اهو زرار غريب جدا يعني وبتبدأ السماعة تنور معاك تديك اشارة اه اشارة اضاءة تمام هتديك اصفر فزرق كده بتطلع نور اصفر فزرق من الحتة دي تمام ومفروغ كده انت لو فتحت البلوتوث بتاعك هتلاقي السماعة هتلاقي السماعة بتاعك اسمها بي تي او اس سبعمية واربعين تي على حسب السماعة اللي انت هتجيبها تمام هتدوس عليها بحيث ان انت تعمل معها اقتران او بيرنج تمام هتاخد وقت طويل ما اعرفش ليه فان انها تجمع تربط مع تريفونك مع انها مفروض سماعة يعني يعني سماعة شعبي مفروض بلتوس بتاع بيشتغل على اي جهاز فهي اخدت عند انا بالنسبة لتجربتي اخدت وقت كبير قبل ما اتعرفت على تريفونك وبعد كده بيديك رسالة في السماعات نفسها في ودانك يقولك ان ايه السماعة كنكتد تمام مع ايه مع الموبايل طبعا انا مش هحاول اقول ما اقولش مصطرحات انجليزية يعني هحاول الناس كلها تفهمني يعني فهيقولك ان السماعة تمام طبعا بس السماعة هي بتتكلم بالانجليزية خلي بالك اوكي طيب السماعة فيها اتنين مودز تمام وبتتحكم في المودز بتاع السماعة دين او الوضعيات بتاع السماعة عن طريق الزرار ده يارب يكون ظاهر في الكاميرا بتدوس عليه بيحاولك ما بين الاتنين مود اللي هما ايه اللي هو المود ان انت تشغل الصوتيات بتاعتك عن طريق الموبايل والمود الثاني ان انت تشغل الراديو وبصراحة تجربة استخدام الراديو في السماعة دين زي الزفت لان فعلا فعلا انت لما بتبقى حط السماعة على كتفك وبتتحرك بيها في اي مكان بتلاقي جودة الراديو بتتأثر بالمكان اللي انت فيه وده مستحيل يحصل لو انت موصل الموبايل ده لي بقى لان الانتنة او الاريال اللي موجود طبعا احنا بنقول الاريال اللي هو اسمه انتنة الانتنة اللي موجودة على البوردة بتاعت السماعة ضعيفة جدا وبتتأثر باي نويز يعني بتتأثر باي حاجة تشوش عليها طبعا الهواء ده نوع التشويش تمام فالانتنة والموديول بتاع الراديو اللي هنا ضعيف جدا وبيموت البطارية حرفين يعني انت مش طعف تسمع راديو هنا يعني نص ساعة على بعض هتلاقي الدنيا بازت منك ده غير ان الكواليتي بتاعت السوت او الجودة للصوت زي الزفت فهنا احنا قلنا اتنيين مودز اول مود او اول وضعيه هو وضعيه ان انت تشغل اغاني مع الموبايل وانتاني وضعيه هو وضعيه ان انت تشغل الراديو والراديو هنا سايق جدا تمام طيب الازرار ديان بتاعت ايه الازرار ديان بتاعت تعليت وتوطية الصوت لو انت تغط تعليهم ضغطة مطولة وبرضو في نفس الوقت دي زراير انا مش عارف ليه هم حطين تعليه والتوطية الصوت هنا على الرجب ان هم عمل لهم زراير منفصلة هنا لو انت واخدين بالكم بس خلينا ايه ندوس على الزرار دوا والزرار دوا دوسة واحدة هتلاقيه بيقلب معاك الاغاني في الموبايل فدي مفيش منها مشاكل تمام بس خلينا ناخد بالنا ان هي مش بتشتغل على كل الموبايلات ومحدش تقلني ليه لان انا ما عنديش فكرة بصراحة يعني المفروض ان هي تشتغل على كل الموبايلات هي ما بتشتغلش على كل الموبايلات ما اعرفش ليه يعني هي كانت شغالة على موبايلة وما كانتش شغالة على موبايل والدي اللي هو ما عنديش فكرة ليه برضو تمام طيب الناحية دي هتلاقي ثلاث زراير اول زرار ان انت توقف وتوقف وتشغل لغنية لاغاني يا رب يكون واضح ونفس الزرار لو جاتلك مكالمة بتدوس عليه بيرد على المكالمات فمبدئين كده السماع دي بترد على المكالمات تمام طيب حدا يسأل سؤال كمان السماع دي فيها مايك اه فيها مايك اهول مايك ده المايك تمام وفي نفس الوقت هتلاقي بينور معرفش ازاي يعني هي حاطيني اللمبة اللي بتديك انديكيشن ان السماع شغالة ولا مش شغالة هنا برضو ما عنديش فكرة ازاي تمام ده بقى زرار تعليق الصوت وده زرار توطية الصوت ما عنديش فكرة هما مقررين هم هنا ليه لما بدوس على الزرارين دول ضغطة مطولة ده بالنسبة للزرائر اللي في السماع والمايكروفون اللي في السماع وازاي تشغل السماع نفسها بالزرار اللي هو بتاع الان ووف طيب بالنسبة للسماعات نفسها بقى فيها امكانية تانية وهي امكانية ايه ان انت عن طريق تفتح الفتحة دين تحط فيها كارت ميموري تشغلن عليها ودي ميزة لطيفة جدا خليتنا اشتري السماع دي لان كان فيه موديلة تاني مفوش الميزة دي مفوش راديو ولا فيه ان انت تحط كارت ميموري بس تسألني عن تجربة استخدام كارت ميموري هنا هي تجربة برضو مش حلوة او ليه بقى لان هنا الكواليتي بتاعت السماعات نفسها زي ما هنتكلم عليها مش لطيفة فانت مش هتحس ان انت يعني بتسمع حاجة واو او ان انت يعني معاك سماعها جميلة بتسمع عليها حاجة حلوة بصراحة ايه هتدهب بواصلة تجربة الاستماع تماما وطبعا دي واصلة الشحن السماع دي بتتشحن عن طريق اليو اس بي عادي جدا اليو اس بي مايكرو اللي هو اليو اس بي تو مش السري تمام بنسبه بعد ايه ايه لحاجة المهمتين جدا قالا وهم السماعات نفسه والكواليتي بتاعته والباطارية بتاعت السماعات دي طا feeling البطارية بتاع السماعات دي بطاري سيئة جدا بطارية دي بتاع السماع دي ماareانش بتاعها بمعاية ساعتين على برط ده بالنسبة للاستخدام بتاع الأغاني أو انت مشغل مالتي ميديا من على الموبايل بالنسبة للراديو معرفش ما كانش بتكمل الساعة أصلا معرفش ما عنديش فكرة يعني بالنسبة للراديو نفسه كاستقبله إرسال ده حاجة ضعيفة جدا انا كان معايا راديو صغير كده كنت بشغله بحجارة ألم وكان بيقعب معايا باليومين ثلاثة فما عنديش فكرة ليه السماعة دي وهي مشغلة راديو يعني ما بتستخدمش بلوتوس بيبقى البطارية بتموت منها تماما بالنسبة لسرعة شحن البطارية فهي سريعة جدا لو انت بتشحن بشحن سريع فهتشحن معاك بسرعة جدا ممكن ما تكملش مثلا نص ساعة أو ساعة يعني ماكس طيب نيجي بقى الحاجة الأهم جدا 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 هي كواليتي السماعات نفسها السماعتين دول الكواليتي بتاعتهم إيه السماعتين دول الكواليتي بتاعتهم مش تمام خالص يعني مش هنقدر نقول حتى زي كواليتي بتاعت السماعات المعاشرة جنيه اللي بتباع في العتبة لا كواليتي بتاعت السماعات ديان مش تمام خالص انت فعلا هتحس باستياء وانت بتسمع الحاجة يعني لو انت مسكت السماعات ديان سمعت عليها أغنية انت بتحبها قوي وتسمع على سماعتك الأصلية السامسونج مثلا أو الأبل الايفون هتيجي تجرب السماعات ديان يعني هتكره الأغنية وهتكره الساويند وهتكره كل حاجة تمام فهي من جهة انه هي بتعزلك هي فيها خاصية العزل عن الكون تمام هي فيها خاصية العزل عن الكون نتيجة للكويتشات الجميلة ديان وعلو الشوت لكن كواليتي الصوت وكبيز وكلام وكلام بقى بتاع الناس المهتمة بسمعها الصات لا السماعات دي مش تنفعت تماما تمام طبعا احنا نسينا نقول محتويات العلبة محتويات العلبة بيجي السماعات نفسها طبعا وبيجي معها وسط شحن صغيرة حقيرة جدا لو انت جربت تستخدمها تلاقي قطعت منك من 3-4 مرات كده تمام وبيجي معها علبة كيس كاوتشات بيبقى في كاوتشات اوزون كده على حسن مقاس ودانك طبعا هي كاوتشات رديئة جدا يعني هي تحسن هي كاوتشة عربية اصلا بس ما علينا تمام وبيجي معها كاتالوج وشكر بس ما بيجيش معها اي حاجة تاني تمام الحية التدين فيها مغناطيس لو لاحظت هتلاقي ان السماعة ايه بتخبط بمغناطيس هنا عشان لو انت ايه شلتها من يودانك وعايز تحطها كده تبع على رئابتك موجودة مفيش مشاكل فببساطة شديدة السماعة دي عيوبها كتير اول تمام والسماعة دي سعرها من مية لمية وعشرين جنيه يعني انا لما اشتريتها كاب مية وعشرين جنيه قعدت فاصل لحد مختاب مين جنيه في الاخر بس بصراحة السماعة دي ما تستهلش يعني خمسين جنيه على بعض يعني بقى خسران برضو تمام يعني انا شخص كنت بسمع بالسماعات العادية اللي هي السماعات مسلك العادية تمام قولت اجرب موضوع السماعات البولتوس ده وهال هو حاجه نكحة ولا لأ بس بصراحة انا مش شايف حاجه نكحة بنسبالي لان ببساطة انا مش هقول شوية عodynamics اشحن السماعات عشان خارج مسلا مشوار ولا حاجة لو نسيت طبعا لم نبقاش معايه سماعات هبتر استغن السماعات العادية فخلص خليني بقى في السماعات العادية ولا بتحتاج شحن ولا بتحتاج اياه حاجة زائد ان الكلت بتاعي افضل من دي بمراحل يعني كبيرة جدا طبعا السماعة دي اتعامل عليها تعديل عشان يصلح مشكلة البطارية انه حد جاب بطارية وركبها هنا ولحمها بس طبعا شكلها سايق جدا وبرضو مش بتكديك اللي هو الاداء التنين بتاع البطارية هو الفكرة البساطة ان هو فتح بطاريات اللابتوب القديمة وخد منها حجر من حجرات البطاريات وربطها هنا ولحمها هنا بالسماعات بس خلي بالك ان لازم يكون الفولت والطيار اللي خارج من البطارية القلم اللي انت هتركبها هنا هو نفس الفولت والطيار اللي بيخش اللي وهو في الغالب هنا هتلاقيه مكتوب هنا بتاعه مكتوب على السماعة نفسها لا مش مكتوب فلازم انت تقيسه بالأفوميتر آآ لا مكتوب مكتوب اربعة خمسة وسبعين من مية فولت تمام ومعك برضو لحد خمسة وستة من عشرة فولت وبتاخد ربما ميت ميلي امبير يعني اربعة اربعة من عشرة يعني بتاخد رقم بتاخد رقم محترم برضو من ميلي امبير يعني مع ان هي برضو كأداء مش مش واو يعني بتاخد حاجة قريبة من نص من نص امبير مع ان مش مقتنع بصراحة يعني هي تدين كوالت سيئة جدا دي عموما انا اسف ان اطولت عليكم ويارب يكون يعني ان انا قلت لكم تجربت الاستخدام بتاعتي لهذه السماعة عشان لحد راح يشتريش السماعة دي يعرف اللي ليها واللي عليها قبل ما يشتريها بدلا ما يروح يتدبس ويشتريها ويرمي العلبة ويرمي كيس الكوتشات ويرمي الواصلة ويمسك السماعة نفسها ويرميها واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اللي عجبوا الفيديو عمل لايك ولو حد سألك على السماعة دي انا